استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحاً الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير بنك المعرفة المصري وتعزيز دوره المهم في إتاحة المعرفة العلمية لجميع المصريين وكذا موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال كما تم أيضا تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات ومواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم بالإضافة إلى عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتماما بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين من جميع الفئات والأعمار بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية